موسيقى موسيقى بسهر خير عزيزي المشاهدين في كل مكان كل عام وانتم بخير رمضان كريم كل سنة انت طيبة يا دكتور معنا النهاردة الدكتورة برديس السعيدي دكتورة في الشريعة الإسلامية والنهاردة هنتكلم عن فوائد الصيام مع الدكتورة كل سنة وحضرتك طيبة وخير وحضرتك طيبة ورمضان كريم كل أم الإسلامية بخير نورتنا يا دكتورة هنرحب بالشيف أهلا يا شيف نورتنا النهاردة كل سنة وانت طيبة عايزيننا أكلات بقى للفطار جميلة كده إن شاء الله يكن لك معنا الدكتورة تتكلم النهاردة عن فوائد الصيام لازم نتمل أكلة مطبئة للكلام اللي الدكتورة تقول أكيد طبعا كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة وحضرتك طيبة كل سنة وانت طيبة وحضرتك طيبة في البداية النهاردة دكتورة عايزين نعرف وصيلة للحصول على التقوى آه يعني إحنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الصوم شرعوا على كل الأمم قبلنا يعني مش علينا إحنا بس على كل الأمم فإحنا عشان نحصل على التقوى التقوى بمعناها العام إن إحنا نتقي عذاب ربنا سبحانه وتعالى حنتقي عذاب ربنا إزاي إن إحنا نكتنب نواهي ونفعل كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وطبعا ده موجود في شهر رمضان الكريم لازم طبعا في راية قرآن كتير في صلاة القيام صلاة نصلي الأجر بتاعنا طبعا مضاعف التسبيحة بألف مضاعفة بألف حسنة ما ينفعش إن إحنا نضيع لحظة أو يعني مهما الوقت أصل الضيف عزيز وأيام معدودة ده رمضان ده أيامه معدودة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني خللنا الصيام مش ليلا ونهارا لا ده هو يا دوبك إيه نهارا فقط يعني هنصم لنا عدد ساعات معين ونفطر مع غروب الشمس طبعا خلاص إحنا الوقت بقى إيه مش هنضيعه بقى في اللغو في الحديث وفي النميمة طبعا ده أجرها يعني هنعمل إيه ده إحنا في الأيام العادية ماشي إحنا موجودين هو وأكيد بنخطأ طيب إحنا ده ضيف عزيز ما ينفعش إن إحنا نغلط بقى إحنا لازم إيه نعمل صيام عن مش عن الأكل والشرب بقى عن كل ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى فتلاقي الإنسان نفسه حذر أنا حذر قبل ينهاري لكون قلت حاجة استغفر الله العزيز الله ما إني صايم الله ما إني صايم حد مفعل عليك في الشغل في الشارع في الطريق تقولي إيه الله إني صايم هل معناه إني صايم أنت مش بتقوليله أو بتعرفينك صايمة لا أصلا ده أنت بتفكريه بتفكري نفسك إن أنا في عبادة مع ربنا سبحانه وتعالى تمنعني من إن أنا أقول حاجة تغضب ربنا أو إن أنا أعمل فعل يخلي عذابي عند ربنا إيه يعني كبير لا ده أنا عايزة أتقرب من ربنا بالأعمال الصالح طبعا لازم يعني طبعا كلنا عارفين كلنا عارفين نعمل إيه في رمضان بس أهم حاجة إن إحنا إيه يعني متاخدناش الحياة ومتاخدناش يعني انشغلاتنا في الدنيا عن ذكر الله أهم حاجة تسبيح أذكار الصباح والمساء اعتقدت في الأيام العادية كمان قبل رمضان أيوة تعلي بقى في رمضان يعني لو إحنا ما بنقولهاش أكيد في ناس بننساها في زيادات طبعا في الصيام طبعا الصدقة يا سلام من أول يوم دي الصدقة سوابها عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالي لازم يعني لازم نواصب على التسبيح يا جماعة التسبيح والاستغفاء والحوقلة لما لا حولها ولا قاتل والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحاجة عظيمة جدا يعني إحنا مش مفروض نخفل عنها في الأيام العادية فما بالك في رمضان فيها دكتورة للأسف أن هما بيصوموا على الأكل فقط لا ده الصيام ولكن بيعملوا كل حاجة هما بيعملوا في الأيام العادية والزنوب وكل حاجة ويقول أنا صائم فيه ناس مش بتصلي وبتفضل نايمة طول اليوم فيه ناس مش بتشتغل هل يجوز لهم صيام؟ هما أكيد هما كده بيقدوا العبادة لكن كسواب بقى هما يعني تعتبر عبادتهم إيه؟ مش مكتملة فين الصيام؟ فين الصلاة يا جماعة؟ ما هم مش الصوم عن الأكل الطعام والشرام فقط عن سائر يعني اجتناب كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى مش أكل وشرب بس لا ده أنا بكون حذر في التصرف قبل القول أنا قوي مسكت لساني ومش هتكلم طب فعلي بقى يعني أنا أنا صايمة روح أسرق طب أنا ما مسكتش جوارحي ما هو الصيام؟ امساك عن الطعام والشراب وسائر المحرمات علشان الإنسان يتعود على كده يوم يطلع من شهر رمضان مستفيد إن هو إيه؟ ما يعملش يلاقي نفسه إيه؟ لا ده أنا كنت بقى قوم أصلي القيام طب ما أصلي بقى القيام لا ده أنا كنت بقى راكرام في الفترة من المغرب لحا من بعد صلاة المغرب كده لحد فترة صلاة العشاء لا يبقى أنا أتعود يوم بعد كده إيه؟ الإخلاص في العبادة هو ده اللي مفروض علينا نعمله علشان ربنا يرضى علينا ما نفضلش إيه؟ يعني مشاغل الحياة وغدانة ونبعد عن ربنا ونرجع لما الواحد تحصل له مشكلة أو يحصل له يعني لقدر الله مصيبة يوم يفتكر الله ده أنا ما صليتش الصلاة في وقتها ده أنا نسيت النهاردة ما قردش الأسكار الله ده أنا نهاردة ظلامت وقت الابتلاء طب كنت فين علشان الابتلاء ده ما يجيلكش أساسا أنت لو أنت محافظ على واستقمت وحافظت على كل ربنا أمرك به هو مش طالب منك حاجات صعبة هو طالب حاجات سهلة جدا على أي إنسان أنه هو يعمل بس أنت تقاوم نفسك في رمضان وتقاوم الشيطان بعد كده بعد رمضان تقاوم الشيطان ونفسك في رمضان بقى أنت بتعمل كنترول لنفسك عن فعل أي شيء يغضب ربنا سواء كان بالقول وسواء كان بالفعل بعد كده تقوم النفس البشرية تتعود على فعل العمل الصالح والتقارب إلى ربنا سبحانه وتعالى بسائر الطعاط وطبعا كل ما بنكسر من هذه الطعاط في رمضان سوابنا بيكون أكبر وأعزاء ويا رب ندوم عليها ونتعود ونفضل على كده دايما في رمضان وفي غير رمضان لكن عشان هو وضيف عزيز وأيامه معدودة فإحنا لازم يعني ما نضيعش الفرصة دي دي فرصة لنكون لنا أن احنا نستفيد بيها شهر رمضان ده نشوف الشيف هاعملين النهاردة ونرجع لحضرتك تاني ايه يا شيف النهاردة مجهز لنا ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين كل سنة وانتوا طيبين بالمسبة شهر رمضان الكريم والنهاردة خمسة رمضان والنهاردة ان شاء الله هنقدم لكم آتم عبارة عن موزة بتلو بالخضار بدون أي مسابكات وان شاء الله يعجبكم وهنشوف مع بعض هنعمله ازاي دي طبعا لحمة موزة بتلو طبعا اللحمة موزة بتلو ما بتخدش تسوية معنا احنا ممكن نعملها باللحمة الشنباري عادي بس احنا بنختار اللحمة موزة بتلو عشان خطر الوقت معنا تمام صحيح احنا نعملها دلوقتي بالخضار بدون أي مسابكات وان شاء الله هتعجبكم ودي حاجة جميلة جدا في رمضان لان معظم الناس في رمضان طبعا ما بحبوش مسابكات عايزة اكلة خفيفة عملين اي تاني بعد شيف والآي تاني هنعمل ان شاء الله حمام رز وحمام كداب وهنعرف ازاي الحمام الكداب من حمام الرز وهنعمله مع بعض ونشوفه مع بعض ازاي مش عشي جهز لنا الاكل بعلا ما نخلص تمام هتجوان مشي دكتورة عايزين نعرف ليه شهر رمضان بيعد عليه مدرسة الاختبار هو اختبار للانسان اختبار لصبرك امتحان انتي هتصبر على انك ما تنميش مع حد في الشغل او في اي مكان هتشوفي نفسك كده صبرة ومسكة حجام احما حجمة لسانك عن انه يقول اي حاجة في اي وقت وعلى اي حد لا انتي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه انت هتصومي بس مش هتصومي عن الاكل والشرب بس لا ده انت تصومي لي عن اي شيء يغضب ربنا مع الاكل والشرب ده لا انا دلوقتي بان اما هوت وبجيب بتكلم وبقول حاجات تزعل مني ده وتزعل ده وبعمل مشاكل وبفتعل بنزل الشارع مش بطول بالي على اللي رايح حد تكلمني بقى لا ليه ليه اني صائم يعني انا مش هرد عليك انا مش هقول حاجة تزعل ربنا مني انا مش هعمل حاجة غلط تزود زنوبي ما احنا كلنا طبعا بنخطأ احنا كلنا خطأين بس احنا لازم ايه في رمضان طبعا نتعود ان احنا نمسك لساننا وجوارحنا عما يغضب ربنا سبحانه وتعالى فبالتالي هنتقرب الى الله سبحانه وتعالى نشغل نفسنا بقى نشغل نفسنا بالايه بالتعاط عندنا حاجات كتير نعملها ده الوقت ما فيش ده ما فيش وقت ده النهار ده خمسة فعلا النهار ده خمسة يعني بكرة ستة النار ده خلص بكرة ستة يعني داخلين يعني العشرة الرحمة يعني اوله رحمة ووسطوه مغفرة واخره عيدكم من النار طيب احنا خلصنا العشرة الرحمة ده الدول المفروض فيهم ختمة نكون ختمنا فيهم ايه القرآن وفي العشرة التانية ختمة كماء وفي العشرة الاخر ختمة كماء العيدكم من النار ربنا يعطيك رغبنا جميعا يا رب اللهم امن يا دكتور اللهم امن دكتور عايزين مهارة في فضل الصيام على جسم الإنسان هو الرسول عليه السلام مش كان بيقلنا يعني صوموا تصحوا ودلوقتي لما كل العلماء عملوا دراسات على ان الصيام المتقطع مفيد جدا للانسان في الناحية الصحية علشان اللي عاوز يخس يصوم صيام متقطع وعلى فكرة لو جربتيه مفيد جدا صيام المتقطع ده بيخسس على طول يعني اللي عام ده معاناة في انها تخس وبتروح لدكتة الدنيا والاخرى لا صوم صيام متقطع يا ستة صومي هو الصيام هم متل ليه فواض على جسم الانسان في كل حاجة اه وكمان يعني اكيد يعني لما الانسان هيجوق هيحرق الدهون الضرة ومدته تعبانة اه لما بصوم بيصحى يعني فيه حاجات كتير بيعلمنا الصبر ياه لأول حاجة بيعلمنا حاجات كتير لكن برضو يا دكتورة لسه فيه ناس يعني هنقول يعني لسه ما صحوش من النوم صح لسه ما صحوش من النوم لا مش من النوم ما صحوش لأ ما في لسه ما فيش يعني رغم اللي ما ده دور بقى دور نحنا وحدد الوقتي ولسه برضو في ناس كتير ما فقتش فعلا لسه ما فقتش ناس كتير عايزين الناس دي تفوق احنا لازم نكلمهم برضو ما نملش احنا معلش وما لازم برضو عايزين اللي يقول يفهمهم يوجههم يعلمهم علشان هم يعني دي شفت ضغوط الحياة دي الضغوط الجامدة على الانسان عارف احنا لو عصر ربنا سبحانه وتعالى فرض لنا حاجات لو احنا ماشينا الطريق قال يا جماعة الطريق اهو الطريق اهو ده حرام ابعدوا عن ده حلاء امشوا في الطريق اهو صلي الصلاة في وقتها هل انا لو تأخرت عن الصلاة عن وقتها ده مثلا ربع ساعة عشر دقايق طب معلش حجيب الظهر والعصر مع بع طب والنبي طب المغرب والعشاء الدانو يا انها ربي دي بحسب اللي اربع كلهم مع بع طب حصل لهم بالليل قبل مناء طب ده لانيم تبقى طب حصل لهم بكرة مع فرض بكرة ايه ده انت بتعرفش ان انت كده بتعمل يعني بتبعد عن ربنا اصلا دي العبادات هي اللي بتقربك من ربنا سبحانه وتعالى ما يمكن هي اللي تبعد عنك الضغوط اللي انت مش مستحملها دي ما يمكن انا لما قرب من ربنا يقوم ربنا بعد عني البلاء اللي انا هيجيني وانا مش عارف جايلي من اي طريق او حيلهمني بحل المشكلة جايزا عندي مشكلة مش عارفة حلها بس انا بصلي وبصوم وبقرر الاسكار وما بعملش حاجة تغضب ربنا وبحاول بقدر الامكان يعني في مشكلة بحلها في اصلح بين الناس اقضي حوائج الناس طب اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني لو في حاجة انا هقع فيها اكيد يا اما هعرف حلها فعلا يا اما ربنا بيقع في ابتلاء بيفتكر على طول ان هو اثر في العباد اثر ما بيفتكرش انه اثر غير لما بيقع في الابتلاء واهم حاجة عندنا يا جماعة في الحياتنا دي والله العزيز الصدقة مهمة جدة الصدقة احنا كل ما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه ده ومرضكم بالصدقة يعني انا حاولك على حاجة واعمل ايها يا دكتور امون لو عندك لا قدر الله يعني مش حاولك حاجة يعني شوية برد طلعي صدقة ابنك مش عارف عنده تعبان حاجة بسيطة برد طلع له صدقة وشوفي فعلا فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيشفيه ده ومرضكم بالصدقة فين يعني انا اعتقد ان احنا يعني مهما كان في الانسان من ابتلاء منه من الانسان فيه تقصير فيه تقصير ما فيش تقصير يبقى سبحانه بسم الله من شاء الله هتلاقي وشه منور من صلاة القيام ربنا بيستجيب للدعاء يعني الانسان ما يملش من الدعاء هتبقى حياته كويسة لا الدعاء بيغير الأخضار اه طبعا الدعاء بيغير ربنا سبحانه وتعالى ادعوني ادعوني استجيب لكو يعني سبحانه وتعالى ما نملش مش عايزين نملي لا من الدعاء ولا من الطعام مهما كانت مشاغل الحياة مهما كان فيه صعوبة مهما كان فيه مشاكل تأكدي ان حل المشكلة بيكون بسيط جدا طول ما احنا قريبين من ربنا هنعرف نحل المشكلة عارف المشكلة اللي ما تعرفيش تحليها دوري بقى شوفي انا قصرت في النهاردة انا حملت ايه لازم تدوري تفتكري تعرف فين الخلق حطيتي ايدك على موضوع الخلق اتأكد ان العلاج هتلاقيه بكل صورة عايزين نقوله برضو ان الناس اللي بيحصل عندهم ابتلاء وهم مؤثرين فده ربنا بيحبهم ربنا بيناديهم بيقولهم انا انا موجود ادعوني انا موجود جايز هما جايز هما انا حابب ان انتوا تقربوا لي لأ هم غفلوا شوية يعني ربنا سبحانه وتعالى الابتلاء علينا كلنا ما فيش حد خالي من الابتلاء بنشوف ناس كتير لما بيحصل لهم ابتلاء دكتورة بيقولوا ده غضب من ربنا علينا لا ده غضب ده دي من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى وانعمة بالله دي بتبقى نعم مش غضب ولا حاجة احنا بس المقصرين سدقين بس مش اغلبنا اكيد في ناس ربنا سبحانه وتعالى بينهم وبن ربنا صلة حلوة وجميلة ويعني مش مقصرين مع ربنا واحنا نتمنى كلنا نكون كده يا رب يا رب ان شاء الله وربنا يرفع عننا الوباء والبلاء يا رب امين يا رب نشوف الشيف بقى ايا شيف الله بار تمام وصلنا الحد فيه الموزة بتله بالخضار بدون مسباكات الموزة طبعا المكوناتها بتبقى بصل اه فلفل اسمر ملحك دس والتيب ملح وبتاخد بيون وطبعا احنا بناخد اللحمة الاول بالانشي قبل ما نحطها على الخضار لان طبعا اللحمة بناخدها بالانشي الاول عشان خاطب بتبنع ماء الزفارة او تاني حاجة اه ما تفتحش مننا في التسناه التسوية تمام بعد كده ما نضيف بقى ما نضيف البيون عليها وبعد كده ما ندخلها الفورن ونشوف الايتم التاني ان شاء الله ان شاء الله يشيف ازاي المشاهدين فاصل ونرجع لكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورجعنا لكم عزيزي المشاهدين بعد الفاصل مع الدكتورة برديس السعيدي أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور للمرة التانية دلوقتي بقى عايزين نتكلم في موضوع السلوكيات ده موضوع مهم جداً بنعاني منه كلنا في البيت وفي الشارع وفي كل مكان فعايزين يعني حضرتك كده تتكلم معنا عن السلوكيات وإزاي أنا أتعامل مع الشخص عصبي طفل طيب هي عصبية الأطفال بصراحة هو الطفل كان عصبي هو طفل عصبي طيب هو عصبي من آه إيه سبب عصبيته أكيد إحنا اللي بنتعصب عليهم هو اكتسب العصبات دي من آه من المحيط يعني المحيط الموجود فيه يعني من أسرته تمام علشان كده هو بقى عصبي طب أنا بعد ما عصبته وخليته بقى سلوكه عصبي أو معلش ممكن يكون أوحش من العصبي كمان مش عايزة أقول إيه بس أنا يعني بدور بقى على حل المشكلة طب أنا كنت من الأول مش أخد بالي علشان ما خليش الطفل يعني مثلا يكون طفل في حياته ساوي تصرفاته سليمة يعني الرسول العصب والسلام يعني كان بيقول يعني مثلا إيه لو الطفل أخطأ يعني إحنا أنا شوف يعني أنا شوف بعناي الأم يعني يعني بتمسكه تضربه ضرب يعني أنا بصراحة أنا ما بتحملش إن أنا شوف طفل بيتضرب أنا بشوف يعني حاجات يعني مثلا في مشكلة بينها وبينزوجها أقوم أنا طلع الكابت اللي جواي ده على ابني أو على بنتي أنا مش أنت مش متخيلة يعني إيه الضرب ده هيكون بعد كده أثره النفسي عليهم إيه يا إما ضعيف الشخصية يا إما ما عنده ثقة في نفسه يا إما قلق يا إما متوتر يا إما مش بيعرف يتخذ قرار في حياته مزبزب يا جماعة أنا ما بحبش الضرب أنا ضد الضرب والرسول على ستو السلام ما قالش أبدا إن إحنا نضرب وما حدش يقولي ده وقال مروا أولادكم بالصلاة وضربوهم الضرب عند الرسول كان يعني بصي إيديك دي ما توصلش هنا يعني تعليم توجيه مش ضرب اللي أنا بشوفه ده وتعزيب والأسعب النار والأمهات وإيه شي بقى فيه بقى التكنولوجيا بتاعت الأمهات بقى الضرب بالله يا إما الحدف بالله يا إما الحدف بالشيب شيب يا إما الحاجات كده يعني أنا مش عارفة طبي لو نخدها على إن الأمور بسيطة يعني نتعامل مع الأطفال دول على النوم كبارة على فكرة مش على النوم أطفال يعني كده بكبر دمخهم وبخل المخهم يعني متيقص معايا لكن أنا الضرب ده بيقتل فيهم حاجات أنا مش ضدها بصراحة بس فيه غلطة كبيرة إحنا منغلطها يا دكتور تربيتنا لأولادنا إحنا مدلعينهم صح؟ أوه بيحصل دلع يعني إي دلع يا دكتور أبونك يعني إي دلع يا دكتور أبونك أنت درستي علمي حضرتك دلوقتي في دلع يعني إي دلع برده أنا إبني لما يطلب كل حاجة ويلاقيها مجابة دي بتبوز السلوكيات عنده لأنه خلاص ما تعودش إن فيه متاح وغير متاح لأ هو عايز كل حاجة متاحة بالنسبة له وده بيبقى عيب كبير جدا لأنه وقت أنت ما بيبقاش معاك إن أنت تجيب الحاجة دي لأسف الشديد بتبقى فيه معاناة وبيبقى فيه حرب وهو مش بيعذر طيق هيعذر إزاي؟ سوري حضرتك اللي عودتي من البداية إبقى إزاي إبني هي فعلا هو مش متعود إنه هو أنا ما معيش لما يبقى معي هجيب لك ممكن يبقى معاك على فكرة ممكن يبقى معاك بس أنت بتقول له سياسة نو وش سياسة ياس لأ فيه ظن كمان من الطفل إنه وقت الأم أو الأب ما يرفضه الطلب يفضل يزني 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 بطريقة هو عارف الطريقة اللي هيوصل له هدفه ممكن بكاء ممكن ما يكلش ممكن ما يكلش ممكن يغضب يخاصم يخاصم يولي قبش مكلمة طبعا قلب الأم حناين شوية تمام بتجري بقى على ابنها عايزة تصلحه وتجيب له اللي هو ده أول الطريق الغلط ده أول الطريق اللي إحنا بندخل فيه غلط للأسف الشديد نحن لازم يكون في كنترول طبعا يعني فيه أوقات نقول أها وأوقات نقول لها لأ ولما هنقول لأ هنقول لأ على فكرة أنا ما بحبش إن أنا أقول لأ معلش يا دكتور مون أنا مش هقول لابني لأ من غير ما اقنعه بدون سبع معلش أنا لازم أقنعه لأ ليه لإن أنا نفسي لو أنت حضرتك قلتلي أنا هو كبير هو لأ أنا مش هقتنع بكلمتك صراحة لازم هتقولي لي لأ ليه أنا اقتنعت خلاص يبقى أنت دلوقتي لما هتوجيه ابنك لأ علشان كذا أنت ربتي في حاجتين الحاجة الأولى أن أنا ما معيش وبقولك لأ عشان مش معايا في الوقت الحالي والحاجة التانية أنه هو يكون عنده قناعة عنده قناعة الحاجة التالتة بقى أنا بقوله أنا بعمل كده معاك ليه يبقى أنا دلوقتي بخليه فيه بيني وبينه حوار أنا بعمل عشان كذا عشان كذا طب يقول لي يوم هو سائلني سؤال أرد على السؤال يوم هو أنا كده بابني في شخصيته ما اختلفناش بس ما ينفعش أننا أديله كل حاجة واجي أكتر عنه مرة واحدة لا ما ينفعش ده الخطابة لا خلينا خير الأمور الوسط هو إحنا من البداية تربيتنا لأطفالنا القناعة لازم كان زون لايفنا حتى لو أنا معايا فلوس أننا أجيب له كل حاجة لا ما أجيب لهش كل حاجة بس أنا أعتقد بشكل لأن أنا مش ضمنة اللي بعد كده جاي شكله إيه هشيلي له الفلوس أنا بقول لحضر آه ممكن تشيلي الفلوس عايزة أقول لحضراتي كمان أن الطفل مش بيشكر حاجة مهمة لا لا ومش بيشكر آه يعني أنت إماما تعمليه شوفي لأ هم هي هم أطفال يعني هتجيبه حاضر حاضر طب هتجيبلي دي آه كمان حاضر طب وإيه حاضر طب حاضر طب حاضر بعد كده مش هيقول قال ده ماما دي جابتلي الله أعلم بقى لو ربنا هدي كده وعنده نعمة الرضا ربنا يرضى علينا جميعا وعلى أولادنا يا رب وفي رضا وقناعة من جوا حتلاقي بيقولك آه ده أنت بقى ماما بتعمليلي وشكرا وربنا يخليك لأي بقى أنت كده وصلت الهدف كله أنت عوزاه لكن لو ما قدرشي أوحش حاجة بقى إن إحنا وإحنا صغيرين زمان ما نقدرشي إن التعب أهلين عشاننا فلما لما تجي تلقاه في أولادك ما يقدروش تعبك عشانهم أكيد ده برضو تقصير مننا برضو طبعا لازم نوجههم إحنا بنتعب كما تدون تدال إحنا بنتعب ما كناش وإحنا صغيرين بس كانوا والله كان برضو بصي ما كانوش متعلمين ما كانتش كانت الأمهات مش متعلمة كل العقل الشهادات الجامدة والكورصات اللي بنسمع عنها بس كانت تربية سليمة سليمة جدا والله كان فيه أخلاق وكيوم سليمة جدا إحنا دلوقتي إلا بنشوف أخلاق ولا كيوم الحمد لله والأمهات معاها شهادات علية على فكرة والأطفاء ما هم سايبينهم طول اليوم معاها شهادات علية على التلفونات بيلعبوا على النت إحنا كانت أمهاتنا يا جماعة ما كانش فيه العلم ولا التحضر ولا التكنولوجيا ولا أي حاجة من دي وكان بس كان فيه قيم أخلاق يعني التلفزيون بمعاد المذاكرة بمعاد الصلاة الصلاة قوم صلي ظهر قزة إزاي روح صلي في المسجد يا فلان يلا حبيبتي أمي بس الطرحة وصلي أنا أفتكر بابا كان كلمة يقولها لنا دايما اللي مش بيصلي ما يعودش معايا على الأكل صح وفي رمضان بالذات كمان وفي أي أيام عادية انت فاكرة دكتور أمينا دلوقتي من اللي بيقول الكلام دا لا ما أعتقدش احنا بننسى بس إلا من رحمة رب إلا من رحمة رب اللي بيحاسب على موضوع الصلاة بس ده غلط برضو الأمهات لازم تحس ولادها على الصلاة ولازم يعرفهم يعني إيه صلاة وبيصلوا ليه الصلاة دي بتحفظكم من الشطان بتحفظكم من أنكم تروحوا في طريق وحش أنكم تمشوا مع واحد صديق سو بيقول لازم تربق بصي إحنا نغرس قيام بالكلام مش بالضرب عايز أقول لحضرتك أن إحنا مختصر الكلام كله إحنا مش بس سهينة عن أطفالنا إحنا سهينة عن نفسنا كمان فيه طعات كتير إحنا غفلنا عنها وغفلنا أولادنا إن إحنا نعلم أولادنا عنهم رغم إن إحنا تربينا غير كده وتعلمنا غير كده طبعا طبعا فالمفروض اللي تزرع جوانا إحنا بنزرعه في أولادنا المفروض الأولاد دول يعني عايزين نقوله صروة عندنا يا جماعة إحنا مش حسين أو حسين بيها بس يعني ضغوط الحياة من خلينا ممكن نسها أو يعني في حاجات كده تفوتنا لازم يا جماعة الأولاد دول نوجه للأطفال والأجيال دي تتوجه علشان علشان دول دول الأباء والأمهات اللي جايين أمانة في العالم وربنا هيحسبنا عليهم إحنا هنتحاسب هنتحاسب على تربيتنا لولادنا سواء كانت سيئة أو سواء كانت سليمة أنت عارفة أنا أعتقد إن لو الأم شايفة إن ابنها مثلا عصبي أو أكيد عصبي طبعا الطفل ما نوز زنب في عصبيته مش حال للوم على الأب والأم يعني هيكون شوية برضو والطفل برضو معذور لكن أنا عايزة أقول إيه يعني أنا بقول نصيحة لو أنت شايفة إن ابنك مش عارفة تعدل سلوكه مش عارفة تعدل سلوكه حفظي الكران دي الحل الوحيد لأي طفل عنيد الحل الوحيد والجزري لأي طفل وجربيه لأي طفل عنيد ومش بيسمع الكلام حفظي الكران أو يعني ألفظه سيئة أو عصبي أو ما بيعرفش يتحكم في إيه فألفاظه أو لما بينفعل مش بيعرفه وبيقول إيه طفل كطفل كران الحل الأول والأخير الحديث معاك جميل جدا بسي جدا أنا تشرفت بك الله جميل جدا وإحبار مشكورك على المعلومات الجميلة دي ربنا يخليك وإن شاء الله دي مش آخر مرة إن شاء الله نشوف حضرتك فيها ونستفاد منك ربنا يخليك نشوف بقى الشيفة عملنا أكله النهاردة ربنا يخليك لو كنت أنا عملت الموزة بيتلو طبعا دخلت الفرن الموزة خدت المكونات بتاعتها بصل فلفل أسمر ملح بلحة جوز الطيب طبعا خدت اللحمة بلانشي زي ما قلنا وكده هندخل على الأيتيم الثاني اللي هو الحمام رز وحمام كداب وهنا أعرف في الوقت إزاي الحمام الرز من حمام الكداب الوقت معايا بجوز هنعمله حمام رز طب والتاني التاني هيبقى إيه فراش اللي هو الحمام الكداب وهيطلع زي الحمام بالزبط حمام الكداب ده اللي هو وركة الفرخة وركة فرخة آه وعم يخليها وركة فرخة كده مخلية ومتتبلة وقده مسترضة بلحة جوز الطيب ملح ففل أسمر ما شاء الله فمعنا الرز خلطة بردك ووقت التاني تسوية اه معبول بكي بدل وغانس ماشي ده هنعمل بين الحمام الكداب والحمام الرز نفها كده شوفين يعني الخلطة بتاعت الحمام الكداب دي متسوية تلتين تسوية صح؟ اه تلتين تسوية بس شوحت البصل ومعاهي الكبد والقانس الاوب صح كده؟ اه طب احطت مية قد اه؟ هي مية بتبقى يعني كوباية مثلا ولا نص؟ لا نص كوباية لان اللازم هو اغطتين تسوية اه تفصيل معلش لان هو بسطوق بكمل التسوية بتاعته فين اه اسناها تسوية الحمام اوكي والفرقة مثل الله يناه في احمد الوقتي احنا بالنسبة للحمام الكداب احتنا الرز بتاعه فلازم عشان خاطر نربط بالبارة كده عشان لو حطنا كده زي ما هو كده ممكن ايه؟ ممكن الرز فوق او الفرقة فوق فهنعملها زي ما انتم شايفين كده وهتطلع نفس الحمامة بالزبط دي الحطة اللي في الورك بتنساب كده عشان ايه؟ بتدي منظر اللي هو راس الحمامة اه اه جميل هو ده بوز بتاع الورك اه فكرة حاجة والبارة بتتلف كده كده ونيو في الاخر واخدين حطة مديل برضو كده زي ما انتم شايفين كده وبتي تلف في السيلفر بتسوي على كده زي ما انتم شايفين كده بات حمام ده الحمام اللي هو الحمام الكداب اول حمام الكداب ده يطير بقى هو بيجد بليه طوي عشان بالفراخ وهي بتطلع نفس الحمامة بالزبط على فكرة بل بتستوي بقى تعدخلها الفرن ولا هتسلقها لا هي بتستور وسطها في الفرن ماشي كده اهم حياة نوبت هي اعطك ان تاخدش سواء كتير دكتور مال هي؟ لا لا تستوي بسرعة لا هي بتاعد تلت ساعة تسوية بالزبط لفها كويس كده عشان خاطر ما تفكش معنا في التسوية لا لا صار الاخر من جيب سيلفر مرأة لمونيوم هتلف الصينية اهي السناء جاهزة اه تتلفي كده؟ اه وبعد كده بندخل على الحمام بقى اللي هو مش كداد اللي هو الحمام العادي حمام الرز ماشي طبعا الحمام مخصول كويس والحصلة طلع كويس اهم حاجة الحصلة ديت نتأكد منها كويس تماما لان احيانا ممكن ايه؟ ما تكون موجود اه موجود فلازم نتأكد منها كويس لحشو الحمام بيبقى صعب هو مستعبة ولا حاجة اهو كده نحش كده من اول كده اه وما انكترش الرز فيك لان الرز اسناء التسويب زيد اه ممكن لو خاد زيادا وممكن ايه؟ الحمام تيتفاتح منها اه 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 اوص بس عالفورن كده عشان ايه؟ بس اشير فيه حشو تاني غير الرز بالنسبة للحمام لا هو عايت مين اللي هو الموازل بتقول له والخضار والحمام لا فيه حشو للحمام غير الرز اه فيه فريك اوه فيه فريك وفيه ايه كمان؟ هو فريك ورز تعيز تحشي ايه طيب لا فيه ناس عايزة تحشيك مكسرات هو ممكن اندقى على المكسرات عادي اه اللهم انا صايمين يعني انت دلوقتي شيف هتحشيه وتحطه في الفرن اه هتسويه في الفرن اوه فرق فويل برضه؟ مش بتسلقه فرق فويل لا هو بتلافي ورق حراري اللي هو فريك ناس النظام وبيتحط هنا في الصنية وبيأخذ بيون وبيدخل الفرن يعني انت مش بتسلقه خالص لا لا بيغض بيون وفرن على طول هو ممكن يتسلق عادي اه ممكن يتسلق عادي كده اسهل لكن هو بالنسبة للتسوير رسه بيتخلي حمامي زيد اه بيتخلي حمامي زيد انا اعتقد كده افضل لدكتور امان على حسب بق ام على حسب الوقت هي فيه ست بيت بتعمله كده وفيه ست بيت بتعمله كده واحنا بقى لو مستعجلين نعمله زي هندخل الفرن نشتري جاهز لو مستعجليه امال الشفات دي بتعمل ايه لا على فكرة هو عماله سهلة جدا سهلة جدا يعني ولا هو عمال اللي اكله كلها سهلة جدا بس هو الكسل بقى اللي مسهلة جدا لا مفيش وقت معلش لا في وقت في وقت بس في كسل الاكل مش بياخد وقت على فكرة خالص اه بس ممكن تكوني مشغولة اه بس اكيد مش هتكوني مشغولة بقية الاسبوع يعني يعني مثلا ممكن يوم يومين في الاسبوع تسلم ايدا كشيء الله يخليك يا دكتورو هو كده خلصنا من موضوع الحمام برضو كده انت كده حشيته الرز بالخلطة كبد وقونس كبد وقونس اولا بتنزل بالبصل الاول تمام وبعدين الكبد كده بس انا شايفه قدام حضرتك كده بصل وقوطة متقطعه او فلفل فلفل الوان اه فلفل اه ده الايه بقى فلفل الوان بستخدمه انا للجرنش والالحاجات ده اه هو عماله سهلة جدا وايه بقى اللي هنا العجل الجاز مناخد منه للتسوير اه وممكن نسوي الحمام في البيون عادي بس هي للرس تسوي الرس عسل طريقة سهلة و بسيطة بسيطة طور كده او كده ما بيخدش وقت احنا نجيب البصل بقى لنا معنا وننزل بيه في الصينية كده اه فهيبقى تحت بقى اه كمي اه ده شابة 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 اه الشابة طبعا المعروف بيدي ريحة اه مش تحتاج تزود مية وهو في الفرن لا هو عمتا ما بيخدش كتير تسوي كتير يعني احنا مننزل عليه كده ونديله وراج رولة ونزود البيون كمي شوية احنا ملتك ده خلاص داخل على صوت يا ديه وراء خلقان من المشتق دي خلاص كده? لا هي لسه ما اتمنى تسويه بس عشان ما تخدش وش. عشان مش شامل نهرج. نرفحها فوق. كده خلاصنا من قبل الحمام اللي هو الحمام الفريق والحمام الكداد. اه. وهيطلع الاتنين نفس بعض بالزبط. كده خلاص كده? الايتم كده خلاص. هنقول بالهنة والشفح. ان شاء الله نشوف. بس انا اعتقدوا لما يطلع الحمام بقى هيحمره صح? اه الحمام هيحمره. اه تشيلوا من ورق الفريق ويحمره. عايزين طريقة سهلة كده ولذيذة كده يا شيفو انت يعني بتتكلم معانا كده. قولنا اي حاجة طريقتها سهلة النهاردة لست البيت اللي عادة منتظرة اه يعني هي مش جاهزة للنهاردة للحمام او للحمة. فعايزين لها حاجة سهلة وزريفة كده تعملها النهاردة. والله او يقول لها تفلبيت اللي زي انا والدكتورة مروحين متأخر كده يعني. اي استنوا انا اغششه. ممكن اغششه. اه. 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 قول لي على طريقة الرز الهوة يعني. اه. البسمتي. انت تتسانين معها. هو بتحرجين يعني. لا لا. لا ده بسهل خالص الرز البسماتي اللي الولاد كلها بتحبه في المطاعم الرز البسماتي اللي يتركين في التسوية بس يكون مفلفل كده هو اللي يتركين في التسوية أول طريقة احنا ممكن نجيب البيون عادي كده ومتدله الكوركم كاري متدله الحبهان ورق العولة ويقول لي بس هو الرز البسماتي بياخد مية زيادة شوية يعني مثلا نص كيلو رز كيلو مية ممكن نجيبه بالترجلات فيه ترجية تانية اللي هو احنا نجيب الرز نخسله كويس ونصفيه كويس ونحط الزبدة وننزل بالرز ويسخن كويس وننزل عليه بالكاري وننزل عليه بالورق العولة والحبهان والكركم وندله البيون بتاعه بس يسخن معنا كويس عشان ما ياخدش تسوية معنا بس ده رز سادة بدون لحمة اه بدون لحمة زي المطاعم هو بيبقى رز سادة اه بدون لحمة مش غز بالفتة ولا بيش شاور مع الكلام الفتة والكبسة اللي ده حاجة تانية دي كبسة اه والبريوني بقى بس انا بقول في تسوية وبقى هل فيه تكات في تسوية الرز البسماتي يعني انا اغطي الحلة ما اغطيش الحلة احط فوطة يعني علشان يشرب المية وما يبقى مفلفة رز البسماتي هو اهم حاجة فيه لانت تثبط المية تغطي الحلة وما تغطيش الحلة عادي لكن الرز الابيض انت ممكن تغطي الحلة عليه لكن الرز البسماتي انت ممكن تسيبه لان الهوال بيطلع ده يعني ايه بيخلي الرز معك بيطلع كويس لكن انت لو غطيتي على الرز البسماتي بالذات الهوال بتساعد ده ينزل اما الرز بتسوي تحس انه هو معك ايواز صح بس هو انواع هو انواع فيه كل حاجة انواع هو الرز المصري عندك انواع كذا انواع في السوق وهي في انواع بيتيبقوا معروفة كويسة جدا وانواع رضيئة صحيح هو البسماتي كمثل بس هي عام حاجة المياة بتاعت البسماتي تكون مزبوطة ايواز هو البسماتي طبعا بيأغد تسوي زيادة شوية بس طبعا المياة دوم بتاعيكون مزبوطة طب ورز البسماتي بيتخن زي الرز المصري هو طبعا هو كل نشويات هو الرز المصري زي البسماتي لأ بتالي المصري نشويته اعجب عايزين بقى يا شيف نطلع عن موضوع الاكل كده ونسأل سؤال حلو جدا أتفضلتني. ليه أنت اتجاهت لموضوع الأكل والمطبخ؟ ليه حبيت أن أنت تكون شيف؟ والله دي كانت هويتي وأنا صغري يعني من صغري. لما دخلت المعهد الساحة في فرناديك كان نفسي يعني أدخل المعهد الساحة في فرناديك فعلا دخلت المعهد. ودخلت كاسمه مطبخ واشتغلت في كذا فرناديك. فدي كانت هويتي. يعني كان حلم من الأحلام اللي أنت حلمتها. واتحققت الحمد لله. طبعا اتحققت واشتغلت في المجال دي كتير. في الغرداء وفي اسكندرية. بني وفاك. الحمد لله. يعني أنت مزن صغر وانت كان نفسك تكون شيف. اه. من وانت صغير. هي محنا جميلة. كنت بتدخل بقى المطبخ تساعد ماما وكده ولا لا؟ لا هي ماما رحمة الله عليها الله يرحمها. الله يرحمها وسامح. طبعا أنا في البيت بربو بأدخل المطبخ وبعرف الأولاد والمدهم. الحاجة اللي مهم مش عارفينها بعرفهم. طب بتعمل لها أكلات ولا لا؟ بس بصراحة. لا بصراحة عادي بدخل اعمل أكلات في المطبخ عادي. عادي يعني؟ عادي. ماشاء الله. اكتر الشفات مش بدخلوا وعملوا أكل. لا لا لا. بيبقوا مشتقيل لأكل المدامي. لا 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 لا. أساس المطبخ مطبخ البيت. اه. مطبخ البيت دي يعني اللي ما كنش. واحد يطبخ واس فيه. يعني أنت بتعمل أكلات عادي في البيت عادي. لا أنا بنت الصغيرة عندي بنت الصغيرة نسمى. دي معلمة تعمل الكريب إزاي معلمة تعمل الرز يعني بعلمها حاجات كتير يعني تعمل مقارن بشمال هتبقى شيف زي بابا يعني لا هي تتجه في نشاط تاني يعني إن شاء الله على حسب بقى ميولها ربنا يفع حضرتك بقى بتعمل الأكلات شرق وغربي وحلويات وكده شرق وغربي أكتر هويتك في إيه والله أنا بعش شغل الأسماك ما شاء الله بعش شغل الأسماك فعلا يعني كل شيف وليه حاجة وليه حاجة بيحباك بس أنا تخصص بتاع شرق شرق آه بس في الأسماك ممكن تبقى بارع فيه لأنك تحباك آه الأسماك أنا فعلا كويس جدا في الأسماك والحلويات بقى لا الحلويات مش أنا إيما كنت شغال في الورداء وكنت بخلص الورداء بتاعتي وكنت بدخل قسم الحلواني آه عشان أتعلم فعطي يعني فترة بسيطة جدا فكرة يعني آه فبعرف يعني أعمل حاجات اللي هي الخفافي بسيطة يعني بسيطة آه زي الإنجليش كيك كيك هل حاسب بيولك آه حاجات انت بيولك الأسماك لها الشرق الخفيفة البس بوسة الحاجات ديالتي طه نعملها كويس جدا بس مش متعمق في المهنة بس أنت مولك في الطبخة أكتر آه هو الطبخة هو أساس أنا شارعي شغل شارعي الأكلات الشارعية أكتر ماشاء الله والشغل الغربي برضو كنت يعني حبيته جدا لأنني كان معايا مديري وستاذي وحبيبي الشيخ محمد جمعة دي أعتبر أنا تعلمت الشغل الغربي منه وأتمنى اللي هو يكون سميعنا دلوقتي وأنا بشكره لأن أنا تعلمت ألف تحية له وكل سنة هو طيب وكل سنة أنت طيب يا شيخ محمد وربنا يطور في عمرك ويخليك لنا ورب وأنت عارف اللي أنت صديقي وحبيبي وستاذي دي اللي أنا تعلمت من ابن سكندرية هو بسيدة بشر دي اللي أنا تعلمت الشغل الغربي الصح منه أحلى شيء إن إحنا ما ننساش فضل أي حد لا طبعا أكيد بجد يعني بيبقى حاجة كويسة جدا نشكر الناس هو أنا شغل أنا كان شغل شريط أخص الشريط بس أنا ما اشتغلت اتجاهة الإسكندرية هو فعلا كان يسعدني اللي أنا أتعرب به أو أشتغل معاه أو يكون هو مديري فأنا تعلمت الصح منه يعني ما شاء الله ربنا يوفقه يا رب ربنا يوفق كشيف ووفقه ووفق الجميع يا رب العالمين أنا أسعد والله يا دكتورة ربنا يوفقه يوفقه عملي يا شيء يا دكتور تغبط كل سنة وانت طيبة رمضان كريم الله أكبر السيام مكسلك خالص لا ده الواحد مركز مع الشيف بصراحة أصل هو وقت الغدى بقى وإحنا مش في المطبخ دلوقتي نحن عايشين معه في المطبخ نحن دلوقتي الحلقة خلاص انتهت كانت حلقة جميلة ولذيذة بكم بصراحة ومن أجمل الحلقات اللي احنا صادفناها شكرا يا دكتور ومنشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده نورتنا يا شيء نور حضرتك يا دكتورة وشرف لي بجد والحلقة الجاي بقى تجهز لنا حاجة حلوة هنشوف الله أكيد يعني هنشوف الأكل قبل ما نختم عشان كده إحنا هنختم على الهواء لسه مستواجش ما هو لسه منشكرك يا شيء شكرا يا دكتور إلى اللقاء عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم بداية حل شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور